السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله شباب اليوم في هذا الفيديو رح نشرح كيفية حذف ملفات تعريف الارتباط ومتصفح جوجل كروم على الهاتف فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شباب جدا بسيطة كل عليكم تفتحون متصفح جوجل كروم بتفتح معكم هذه الواجهة كل عليكم تفتحونها تروحون على الثلاثة نقاط اللي فوق على اليسار ومن هنا تروحون على خيار الاعدادات بعد كده من هذه الواجهة تروحون بشكل مباشر على خيار الخصوصية والامان وهنا تروحون على اول خيار اللي هو حذف بيانات الصفح رح يظهر معاكم الاشياء اللي حابين تحذفونا تشيلون علامة صح من هذه الخيارين فهنا بيظهر عندكم ملفات تعريف الارتباط كل عليكم تسوونا تحطونا عليها علامة صح ولكن في ملاحظة بسيطة انه رح يتم تسجيل خروجكم من اغلب المواقع ايضا اشياء قبل تسوين حذف البيانات هنا عندكم النطاق الزمني تختاروا الوقت اللي حابين تحذفون منا ملفات تعريف الارتباط رح نختار جميع الاوقات وبعد ما تخلصون تضغطون على خيار حذف البيانات وبشكل مباشر رح يتم حذف ملفات تعريف الارتباط فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلام